ايه وحشاني جدا جدا النهار ده جاي عمل لكم ريفيو سريعا زيت بنجابوري انا مش عارفة بنجابوري بنجابوري المهم هو ده الشكل طبعا ومعروف هو اسماء الهندية شوية صعبة البوردكتا طبعا انا عرفته من السوشيال ميديا طبعا وانتشر جدا في الفترة الاخيرة فطبعا انا بقال كتير بجربه لحد ما خلصته تمام بيكون فيه اعشاب بالمنظر ده كده تمام كنت جايبا من امازون كان فيه عرض نازل كان عامل مية وخمسين جنيه تقريبا ساعته تقريبا مية ميلي تقريبا طبعا انا جربته بس كحمام زيت تمام كنت بستعمله مرتين في الاسبوع قبل الشوار بصراحة واقف التساقط نسبة ثم ما بس طبعا مع انا باخد مكمل غزائي بستعمل مجموعة شعري انا هي كويسة من غير سوديوم ولا سلفات يعني باهتم بشعري ما نجيش نقول مسلا بصدم زيته وما بقفلش التساقط ما لازم مجموعة كاملة على بعضها حمام زيت لوسيون للشعر مجموعة عناية نفسها آآ بكمل النقص في جسمي عن طريقة كابسوليت تفهميني لكن هو كزيت خفيف قوي ريحته مش وحشة ريحته كويسة تمام آآ خفيف ممكن نحطه على اطراف الشعر بس حاجة بسيطة قوي عشان بس ما يجمعش اطراب او حاجة في الشعر طبعا ما نحطش على فروة الرأس خالص لو هنحطه مدة اطول من الساعتين آآ تمام بس كده هو يعني كنتيجة عجبني قوي يعني انا لو نزل العرض تاني او هجرره آآ بالنسبة لي الرحة بتاعته كانت كويسة مش وحشة آآ نسبة كمان ان هو خفيف قوي على الشعر لايت حلو قوي بصراحة هو حلو تمام آآ فاللي حابب بيجربه يجربه واللي جربه يكتبلونا في التعليقات آآ طيب انا لقيت ايه في النتيجة بتاعته بيوقف تتسقط شوية وكمان بيطول الشعر حلو قوي وبيضطر الهيشان شوية وبيرطب الشعر بصراحة يعني انصح بي ولكن سوف تسار سويت دايما في التعليقات ودايما نكون موجودة معاكوا باي باي. شكرا عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.